اشتركوا في القناة وحالة جديدة من برنامج العباقرة برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر البنك الأهل المصري بنك أهل مصر في الموسم الرابع من العباقرة يطرى من الحيفوز بكاس البطولة ويطرى من طالب الحيفوز بكاس أفضل لاعب أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي في المرحلة الأولى كل نقطة بألفين جنيه وهي تضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية جميع المبالغ المالية في آخر الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر العباقرة بشراكة البنك الأهل المصري بنك أهل مصر في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 5 مليون 250 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكامل في ماتشات مع أنها الدور الـ 32 بس بتبقى صعبة ده اللي أنا متوقعه من ماتش النهاردة أول فريق معنا وعينه عكاس اسم عريق كلنا عارفينه من محافظة الجيزة نرحب اللي أنا مدرسة السعادية المدرسة السعيدية من أعرق المدارس وأقدمها في جمهورية مصر العربية حيث صدر قرار إنشائها في 8 سبتمبر عام 1906 سميت بهذا الاسم نسبة إلى سعيد باشا نجل محمد علي يوجد بها مجمع ملاعب ومصرح للأنشطة الطلابية ألحقت بها مدرسة إعدادية وثانوية تجربية رياضية عام 2003 في عام 1973 تحولت السعيدية إلى مدرسة ثانوية عسكرية من أشهر خريجيها الكاتب فكري أباضة والأديب توفيق الحكيم وعالم الضر مصطفى مشرفة وعميد المصرح العربي يوسف بيكوهبي أنا اسمي عبد الرحمان أحمد عندي 16 سنة في مدرسة السعادية في عفظة الجيزة أحب ألعب كوري القضاء أنا شجر في الهيستري ومماس وخاف من الأدل أنا واسك منفوز وقت التحدي وكريم أحمد اسمي أحمد سنة 16 سنة ومدرسة السعادية ومحفظة الجيزة رأي فنمج عاقل أنه قد نمج هدف وبيفيد الطرف المص أنا واسك منفوز وقت التحدي محمد علاء أنا اسمي محمد علاء عندي 15 سنة في مدرسة السعادية ومحفظة الجيزة أنا معتمل على فريق كله وكلنا تعبنا وجهزنا كويسين أنا واسك منفوز وقت التحدي وأحمد محمد أنا اسمي أحمد محمد عندي 15 سنة في مدرسة السعادية ومحفظة الجيزة أنا بحب الكراه أنا بشكر البنك الأهل المصري إن هو بساق في طاطويل المدارس القكومية في مصر من خلال برنامج العلاء أنا واسك منفوز السعادية الحمد لله على السلامة إزاكي عبد الرحمن؟ إزاكي حضرتك قولي عبد الرحمن حلمك إيه؟ حلمي يبقى واندس بترول واندس بترول جاهز؟ إن شاء الله عندك خبرة؟ إن شاء الله بتوفيق عبد الرحمن إزاكي كريم؟ الحمد لله فاكس حلمك إيه كريم؟ عايز أطلق جراح طريب جراح ليه التخصص ده والدك دكتور؟ لا انت قررت عايز تبقى جراح بالتوفيق كريم وانا مع ماري هو شايفة مفيدة يعني وأحلى مبسوط فيها حاس أن انت هتبتكر وصاحب زوق رفيع ونظارة زرقة صح؟ بالتوفيق يا محمد إزاكي يا أحمد الحمد لله جاهز يا أحمد؟ حلمك إيه؟ أبقى دكتور إن شاء الله دكتور إيه؟ دكتور عزام عزام متخصص من أولها بالتوفيق يا أحمد وبالتوفيق من رأس السعادية أما المنرسة التانية واللي واضح أن هم كمان واسقين من نفسه شباب زي الفل من محافظة الأليوبية نرحب كلنا بمنرسة منيس الدولية مدارس منيس الدولية للغات اسم رائد وصرح شامخ في عالم التعليم في مصر تأسست عام 1990 على يد رائد من رواد التعليم في مصر وهو الدكتور سعيد ندا تهتم مدرسة مينيس ببناء شخصية الطالب القادرة على الإبداع والابتكار للرقي بالوطن وتهتم المدرسة أيضا بأعضاء هيئة التدريس وأهم ما يميزهم المهارات الخاصة باستخدام التكنولوجيا في مجالات التخصص والقدرة على خلق جو من الألفة والتحفيز على التعليم في مدارس مينيس أنشطة واكتشاف مواهب ورحلات داخلية وخارجية وحفلات وأجواء ممتعة هنمأس بمدرسة مينيس الدولية في ماتش النهاردة 8 عبقرة حيبتدي منه 4 وأول واحد فيهم عمر يوسف أنا اسمي عمر يوسف عن 16 سنة من مدرسة مينيس من حدثة الألوية أنا أشاطر في الفيزيكس والكمستري أنا أعتمد على الفريق كله كلنا من كامر بعض وكلنا فريق واحد أنا واسف من فوز وأدي التحدي هنة توفيق اسمي هنة توفيق عندي 16 سنة من مينيس انترناشنال سكولز من محافظة الألوية برنامج العبقرة برنامج مفيد جدا للطلاب اللي بيشاركوا فيه عشان بيكتسبوا انفونيشن جديدة رسكوا من فوز وأدي التحدي حازم محمد أنا اسمي حازم محمد عندي 15 سنة من مدرسة نينيس من حافظة الألوية المدرسة اخترتني عن طريق الدرجات وطرشيحات الكبارسين حواسط من فوز وأدي التحدي وهديل هشام أنا اسمي هديل هشام عندي 15 سنة من مينيس انترناشنال سكولز من حافظة الألوية بخاف شوية من هذا التاريخ وبقرة واسكوا من فوز وأرد التحدي مينيس الدولية الحمدلله على السلامة إن شاء الله بذات العمر الحمدلله جاز؟ إن شاء الله إحساسك إيه وانتهد على كرسة عبقرة؟ فخور وإحنا كمان مفسدين أن إنت معانا قل لي يا عمر حلمك إيه؟ أن أطلع الدكتور جراح بالتوفيق يا عمر إن شاء الله زكي هنا خطي تشجيع قوي الحمدلله ووضح إنهم معتمدين عليك النهاردة إن شاء الله جازة؟ إن شاء الله حلمك إيه هنة؟ نفس أدرس أسترونمي أسترونمي؟ أسترونمي؟ إيش معنى؟ بحب سفيس والثانس وأكتر حاجة بستمتع بيها لما أدرس يعني كده معناها الجوكر في فقرة العلوم إن شاء الله شكلها كده صح؟ إن شاء الله بالتوفيق إيه هنة؟ زكي حازم مهندس حازم صح؟ صح مهندس إيه؟ مدني بالتوفيق حازم هدين إزاك هدين؟ الحمد لله جازة؟ إن شاء الله ألا هنا؟ لا طيب حلمك إيه؟ مهندسة معمارية مهندسة معمارية معنا اتنين مهندسين ودكاترة فيه شغلة هنا في التربيزة هدين بالتوفيق هدين وبالتوفيق منيس الدولية العباقرة في الموسم الرابع خمس فقرات العلم المعرفة الفنون ضربات الجزاء وعجرة الحظ خلاص انتوا حفظتوا البرنامج صح ولا غلط؟ صح صح أول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة سؤال السرعة السؤال السرعة مفيش عليه نقط بس المدرسة اللي هتجاوب صح هي اللي هتبتدي الأول خلي بالكم البازلس ما بتشتغلتش غير لما إيه؟ كونتكاتر بني بالضبط كده جاهزين؟ صح والسؤال هو ما هي عاصمة دولة الإمارات؟ محمد إيجابتك؟ أبو زابي أبو زابي محمد خطف البازل بإيجابة صحيحة إيجابة محمد أبو زابي هي الإيجابة الصحيحة وبكده مدرسة السعادية هي اللي هتبتدي الأول وأول فقرة هي فقرة العلم 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 أربع أجزاء جغرافيا، تاريخ، أدب وعلوم مدرسة السعادية عندكم سؤال بعشر نقطة، غير لو دوست على الجوكر في جوكر؟ في جوكر؟ تدوس على الجوكر مدرسة السعادية داخلين بعشرين نقطة جاهزين؟ عندكم عشرين ثانية ما تستعجلوش جغرافيا والسؤال هو ما هي أطول سلسلة جبال في أمريكا الشمالية؟ أطول سلسلة جبال في أمريكا الشمالية؟ أحمد جبتك سلسلة جبال روكي سلسلة جبال روكي استعجلتوا، كان لازم تاخدوا وقتكم الإجابة دي ثلاث من عند مين؟ كلين كلين آه يعني أنتم متفئين مع بعض يعني أنتم الأربعة متفئين جبال روكي على عشرين نقطة إجابة صحيحة جبال روكي هي الإجابة الصحيحة وبكده السعادية عشرين منيس لسه ما فيش نقط بس فيش ألف جهرافيا بعشر نقطة ولا بعشرين نقطة؟ عشر 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 نقطة جهرافيا والسؤال هو في أي دولة يقع نهر اللوار؟ في أي دولة يقع نهر اللوار؟ إجابتك حازم؟ فرنسا دي إجابة أو سوائن؟ فرنسا إجابة إجابة؟ إجابة إن شاء الله طب إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة؟ ست ثواني مستعجرين ليه؟ حازم أول عشر نقط؟ إجابة صحيحة فرنسا عقب في الفترة الانتقالية منصبه كان إيه؟ مستعجرين ليه؟ مستعجرين ليه؟ رئيس المحكمة الدستورية الإجابة ثلاث من عندك؟ أه رئيس المحكمة الدستورية إجابة صحيحة أه 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 رئيس المحكمة الدستورية العليا هالإجابة صحيحة وبكده النتيجة منيس عشرين السعدية عشرين ودلوقتي عندنا السؤال الثاني في التاريخ فيه شوكر؟ ما فيه شوكر تاريخ؟ والسؤال هو ما هي الدولة التي استطعت أن تحصل على مقعد دائم بمجلس الأمن بفضل عدد سكانها؟ كونت النزل مفاضل خمستاشر سنة مستعجرين قوي منيس قوي عمري جابتك الصين الصين لا بعد لو قعد كده صح؟ لا وثق من نفسك عمري الصين بعشنات إجابة صحيحة برابة عمري وبكده النتيجة تلاتين منيس عشرين السعدية عندكم سؤال في الأدب والمباراة ليست فأولها مش ألع خالص جاهزين؟ أدب والسؤال هو من هو؟ مؤلف رواية يوتوبيا كونتر نزل مين اللي ألف رواية يوتوبيا وفاضل عشر ثواني خمس ثواني إجابة إجابة ولا تخمينة ولا فاتية فاتية تفرق بكتور هيوجو بكتور هيوجو صح؟ بكتور هيوجو إجابة خاطئة في فرصة تخطفوا عشر نقط هتجاوب أو هتفتي؟ هجاوب إن شاء الله إجابتك يا عمر أحمد خالي التوفيق لا إنت سألت دلوقتي ما جاوبتش إنت عادةً بتجاوب المرات دي سألت أحمد خالي التوفيق صح؟ عمر أحمد خالي التوفيق بعشر نقط إجابة صحيحة برافا عمر برافا عمر برافا عمر برافين أحمد خالي التوفيق هي اللي بابة الصحيحة برافا عليك يا عمر وبكده النتيجة مينيس أربعين السعدية أشرين ودلوقتي السؤال الثاني في الأدب جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله أدب والسؤال هو من هو مؤلف كتاب لن أعيش في جلباب أبي؟ كاونتر نازل وجمهور ما يتكلنش يا نهر أبيض خمس ثواني هنا إجابتك إحسان عبد القدوس لا وبثقة وإليها هو وعشر نقطة إجابة صحيحة برافا يا عمر إحسان عبد القدوس إجابة صحيحة برافا يا عمر وبكده النتيجة خمسين مينيس عشرين السعدية ودلوقتي عندنا سؤالين في العلوم وأول سؤال في السعدية جاهزين؟ محتاجين أنتو العشر نوع دول فيش هزار علوم والسؤال هو من هو العالم الذي نجح في تحطيم فكرة أريستو بأن الأجسام الكبيرة تصل إلى سطح الأرض قبل الصغيرة؟ كونت النزل عندكم لسة خمستاشر ثانية تقدروا وتتكلموا مع بعض كارين إجابتك نيوتن نيوتن استعجلت ونيوتن إجابة خطأ إجابتك جليليو جليليو على كم نقطة؟ عشر نقطة إن شاء الله خمسين بقيتو ستين إجابة صحيحة برابو برابرا هنا جليليو الإجابة الصحيحة ميس 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 وكده النتيجة ستين ميس عشرين السعدية وإحنا بعد ما خدنا جاوبنا سؤال الجوكر فإحنا خدنا سيقة زيادة فارتحنا شوية فهم خدوا بقى الأسئلة وإحنا ما تقدمناش ولا نقطة من بعد الجوكر ودلوقتي آخر سؤال في الفقرة في العلوم وعندك فرصة تستخدموا الجوكر فيه جوكر؟ أهو سؤال بعشرين نقطة وإنتو ستين عشرين وستين ثمانين سعدية ركزوا عشان لو السؤال هرب من هنا تختفوا العشرين نقطة دول علوم والسؤال هو ما هو الرمز الكيميائي للكالسيوم؟ هذي اللي إجابتك سي اي سي اي بعشرين نقطة إجابة صحيحة براوة هادي براوة هادي عشرين نقطة مهمين جدا وبكده النتيجة ثمانين مينيس السعدية عشرين هنخرج فاصل وحنرجع لكم مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة يبقى طلاب مصر جمعوا مئة نقطة في فقرة العلم وكل نقطة بألفين جنيه بما يساوي 200 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر اشتركوا في القناة